تحت شعار الأقصى وصاية هاشمية وحق أبدي انطلقت فعاليات المراكز الصيفية لتحفيظ القرآن الكريم على مستوى المملكة والتي تهدف لتنمية الجوانب الشرعية والعلمية والتربوية في نفوس الطلب تقوم للوزارة بإرسال مندوبين من مختلف المدريات وعلى حسب الاختصاص للإشراف على مراكز تحفيظ القرآن الكريم المنتشرة في المساجد المختلفة للاطلاع على الجهود التي يقوم بها المدرسون في هذه المراكز وعلى الأثار الناتجة عن هذا التدريس أما بالنسبة لأعداد مراكز تحفيظ القرآن الكريم لهذا العام يبلغ ألفين ومائتي مركز والذي يعتبر أكثر من العام الماضي بعد التخلص من تبعات جائحة كورونا ليتعلموا قواعد القرآن الكريم بلا تباعد جسدي نحن عندنا منهاج الدور القرآن ونحن الحمد لله عندنا دار القرآن رسمية في عندنا مساء أول ثاني ثالث منهاج من الأوقاف نلتزم فيه كمدرسين الآن المركز الصيف أيضاً له منهاج هذا منهاج يشمل القرآن يشمل سنة يشمل الأداب التعلم الأداب التعامل مع الوالدين تعامل مع الآخرين الفئة المستهدفة في هذه المراكز هي طلبة المدارس من كل الجنسين وسيتم تدريسهم على فترتين إحداهما للذكور ويشرف عليها أئمة المساجد ومشرف دور القرآن الكريم والأخرى للإناث يتولى مهمة التدريس فيها مشرفات مؤهلات علمياً ومتخصصات في مجال التلاوة والتجويد بعد زوال التأثيرات التابعة لجائحة كورونا عادت مراكز تحفيظ القرآن الصيفية والمجانية كالمعتاد محتوى هذا العام يعمل على التركيز على حب المسجد الأقصى لدى الأطفال وليحمل في طياته جوانب تربوية وشرعية وبالتالي استثمار أوقات الأطفال بالشكل الأمثل أيمن لحمود المملكة عمان للحديث بشكل موسح حول هذا الموضوع أرحب بضيف مساعد الأمين العام لوزارة الأوقاف وشؤون المقدسات الإسلامية وأيضاً مدير التعليم الشرعي في الوزارة الدكتور حاتم أسحيمات صبع الخير لك دكتور أهلاً وسهلاً بك في قناة المملكة الاستعدادات لا شك بأنها كبيرة والتجهزات كبيرة جداً التي قامت بها وزارة الأوقاف متعلق بمراكز تحفيظ القرآن لننتكلم عن هذا الجانب بداية بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله بداية أتقدم بالشكر لقناة المملكة وليحضرتكم على هذه الاستضافة وزارة الأوقاف وشوى المقدسات الإسلامية منذ سنوات بعيدة هي كانت تقيم هذه المراكز الصيفية يعني ليست المراكز الصيفية حديثة الساعة وليست وليدة الساعة إنما هي منذ سنوات بعيدة وفي كل عام إحنا في المراكز الصيفية هناك في تطور وفي تقدم في هذه المراكز إحنا منذ أكثر من شهرين إحنا نعيد لهذه المراكز قمنا بإعداد دليل ومنهاج خاص للطلبة لأن إحنا عنا المراكز كلها منظومة واحدة بتدوم في وقت واحد بتروح في وقت واحد منهاج اللي بدرسوه في المراكز هو منهاج واحد عندنا إحنا تعليم القرآن الكريم حفظاً وتلاوة وتفسيراً الحديث الشريف الثقافة الوطنية يعني نركز عليها أيضاً عندنا السيرة النبوية فهذا منهاج تم إعداده والانتهاء منه منذ أكثر من شهرين وتم طباعته وتوزيه على جميع مشرفي هذه المراكز إحنا في كل عام نقيم أكثر من ألفين مركز هذا العام ألفين وثلاثمائة وخمسين مركز إلى هذه اللحظة لغاية اليوم ألفين وثلاثمائة وخمسين مركز وزع على كل المحافظات كل المحافظات بتوجيهات مع الوزير أيضاً إن كان هناك في مناطق يعني ما زالت بحاجة يمكن أن نفتخلها الأسبوع القادم أو اللي بعده طبعاً روادي هذه المراكز هم من طلاب المدارس إحنا في عنا المراكز الدائمة اللي هي على مدار العام هذه لا تتقيد بعمر معين في بعض المراكز في عنا فوق الـ 75 سنية طلابها وفي مراكز فيها أطفال لكن في المراكز الصيفية هي فقط محددة لطلاب المدارس السبب في تحديد الفئة العمرية دكتور للمراكز الصيفية على وجه الخصوص الآن هي التصادف مع العطلة الصيفية لا لا سبب تحديد الفئة العمرية لأنه الآن هو أطلة المدارس في هذا الوقت حتى نشغل أبنائنا طلاب المدارس ورواد المدارس على أن يشغل وقتهم في العطلة الصيفية في ما يفيدهم إن شاء الله في ذلك كانت هذه المراكز الصيفية طبعاً إحنا كما ذكرت لك إحنا عنا ما شاء الله أعداد المقبلين على هذا المراكز أعداد في سن المستوىات وصل إلى 160 ألف طالب وطالبة هذا العام إلى الآن ما يقارب 120 ألف طالب وطالبة كيف تنظر لهذه الأعداد إذا لم تتم مقارنتها بالسنوات السابقة؟ الآن إحنا في سنتين الماضيات كانت جاعة كورونا ومع ذلك إحنا ما نقطعنا في السن الماضي ما نقطعنا وكان في تقييد بالنسبة للحلقات والمراكز في أعدادها ومع ذلك الحمد لله كان عنا ما يقارب 80 ألف طالب وطالبة طبعاً السنهاية الأمور مفتوحة أكثر إحنا في هنا مراكز الآن تجاوز عدد الطلاب فيها 90 طالب ونتكلم عن 2350 مركز فلك أن تتخيل العدد الرواد هذه المراكز طبعاً هذه المراكز التدريس فيها مجاناً دون أي مقارن ستحدث عن الموضوع تحديداً من المعلمين يعني المشرفين على هذه المراكز وعلى هذه الدروس لكن الحد الأعلى لكل مركز تتحدث لي عن 90 طالب في المركز روح عدد كبير صحيح لأننا عادة فوق 70 طالب أو طالبة يعني ننظر إلى المركز هل يتناسب أن نقسمه إلى مركزين أو نضع له مشرف آخر يكون دوام صباحي ودوام مسائي لأننا الدوام في المراكز هو في الفترة الصباحية من العاشرة للثاني عشر ونص إلا في مناطق العقبة والأغوار الدوام فيها بعد العصر يساوي شدة العظم الظروف نعم 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 فإحنا إذا كان مركز عدد كبير سيتم يعني إضافة مشرف آخر إلى المركز ويتم قسمه إلى مركزين في نفس المركز طبعاً هذه المراكز كما ذكرت لك أخي الكريم هي دون أي مقابل لذلك إقبال الناس عليها كبير أيضاً أنه هذه فيه جوائز حتى يعني والرحلات والنشاطات هذه دون أن يدفع الطالب أو يتكلف أهله أي شيء يتقوم به كل وزارة الأوقاف سأتحدث عن الأمور التحليمية أيضاً لكن خليني أتحدث عن المشرفين مشرفو هذه الدورات ما العلم الذي يتلقاه أو حتى المهارات التي تكون لديها التي يكتسبها حتى يكون قادر فعلياً دكتور على مخاطبة يعني فئات عمرية مختلفة نعم هم يعني في المدارس لكن الطالب اللي بالصف الأول غير الطالب اللي بالصف العامل نتحدث عن سنوات يعني كبيرة فرق العمر لا شك بأن المشرف يراعي القدرة العقلية يراعي الفرق في القدرات ما بين الطلاب على ماذا يشتمل المشرف؟ أولاً يجب أن نفرق ما بين مشرف المركز الصيفي ومشرف دور القرآن الكريم الدائمة حتى لا نخلط في الموضوع نحن بالنسبة لأننا مشرفين دور القرآن الكريم الدائمة أو المراكز الدائمة هذا يجب أن يكون حاصلاً على الإجازة والإجازة لها شروط أول شرط أن يكون قد قرأ القرآن كاملاً على شيخه ثانياً أن يكون قد حصل على المستوى الأول والثاني والثالث من وزارة الأوقاف ثم أن يكون قد اجتاز الامتحان التحريري والامتحان الشفوي ثم أن يقابل اللجنة لجنة دور القرآن في الوزارة وهي من كبار المشايخ فيها ومن حملة كتاب الله والقراءات ثم إذا أجازوه يصبح مشرفاً لدار القرآن الدائمة حتى لا نخلط هذا المشرف الدائم الذي يكون على طوال السنة لا نعم هناك من يقول أن الأوقاف لا تشترط في مشرف المراكز أن يكون قد حصل على إجازة وإلى غير ذلك لا نحن نشترط في المراكز دائماً نشترط وأمورنا صعبة جداً في هذا الموضوع هذا من يتعلم المشرف الدائم نحكي عن المشرف المراكز الصيفية المشرف المراكز هي مدتها شهرين لذلك نفتح المجال لمن حصل على الباكلوريس الشريعة أو حاصل على المستوى الأول من وزارة الأوقاف نأذن له ونسمح له بأن يكون مشرفاً على هذا المركز طبعاً بالنسبة للأعمار في داخل المركز يتم تقسيم توزيحهم في حلقات ليست حلقة واحدة هي حلقات ويختار المشرف من الطلاب المثابرين المجتهدين من كانوا في المراكز بحيث يضاعهم على هذه الحلقات المشرف على هذه الدورات الصيفية ما بدأت تكلم عن الدائمة التي تكون على طوال العام لأنه تحدثت عنه بما فيه الكفاية أنه يجب أن يكون لديه يعني الكثير من الاختبارات أو حتى الشروط التي تتوفر به لكي يتقدم لإعطاء دورة دائمة المراكز الصيفية هل هم من موظفين وزارة الأوقاف أم من الخارج يعني هو حاصل على شهادة باكلور الشريعة مع شهادة باكلور الشريعة لكن هو مش في وزارة الأوقاف مش موظف وزارة الأوقاف لا نشترط أن يكون موظف وزارة الأوقاف ممكن يكون في التربية ممكن يكون في الصحة وفي عندنا ناس من وزارة الصحة يعني مشرفين على مراكز تحفيظ القرآن يتقاضوا أجر طبعا هناك مكافأة في نهاية هذه المراكز يعني من وزارة الأوقاف بالإضافة إلى أن هناك تكريم لأفضل المشرفين خلال هذا الموسم يعني يكون هناك لهم تكريم خاص طيب عددهم كم عدد المشرفين لكل مركز مشرف يعني نحن متكلم عن 2350 مشرف تقريبا ومشرفة كما ذكرت لك هذا العدد قابل الزيادة إن شاء الله طيب ما يتعلق بنهاية الدورة ثالثوا الطلاب وتخرجوا ومنحوا تمنحهم شهادات طبعا الآن لجميع الطلاب بلا استثناء يحصل على الشهادة من وزارة الأوقاف طيب ذكرت الآن بالنسبة للمراكز كل مركز أو كل مديرية تقوم بعمل احتفال ختامي وتوزيع الجوائز على كل الأول والثاني والثالث من كل مركز طيب عدد عن الجوائز أسه خلينا نشجع الطلبة اللي بتابعونا اليوم والطلبة اللي يعني بتنافسه لحفظ كتاب الله والتعليم وأيضا حتى يكون هناك يعني دوافع محفزات صحيح وما إلى ذلك أشياء الجوائز للأول والثاني والثالث الآن هي يعني جرت العادة أن يتم توزيع ما يقارب الثلاثين دينار يعني بدون أن نشتري هدايا هي مبلغ نقدي على الأول والثاني والثالث من كل مركز في بعض المراكز يتجاوز هذه الجوائز بحيث المتبرعين لهذه المراكز أنا حتى لا ننسى أن المراكز في هذا العام تحت شعار الأقصى وصاية هاشمية وحق أبدي نحن في كل عام نطلق شعار على المراكز في العام الماضي كان معركة الكرامة في سنة من سنوات كانت أردن النخوة وتشرفنا بحضور صاحب الجلال الهاشمية حفظه الله في الحفل الختامي وكانت من أرقى وأروع المواسم حيث طلابنا شاركوا المجتمع المحلي في تنظيف الطرقات في العمل والاجتهاد نحن في هذا العام الأقصى وصاية هاشمية وحق أبدي حتى نربط هذه الأجيال بالمسجد الأقصى ونبين لهم أهمية المسجد الأقصى لذلك أطلقنا أسماء على بعض هذه المراكز أسماء أبواب المسجد الأقصى أماكن في المسجد الأقصى حتى نربط هؤلاء الشباب بالمسجد الأقصى شكرك جزيلة شكر دكتور على كل هذا الحديث وشكر أيضا للقائمين على هذه المراكز من وزارة الأوقاف وأيضا من المشرفين والشكر موصول لأولياء الأمور الذين يبعثون بأبنائهم إلى مثل هذه المراكز لإملاء وقت الفراغ خلال عطلة أو العطلة الصيفية شكرا جزيلا لك مدير التعليم الشرعي في وزارة الأوقاف الدكتور حاتم أسهمت حياك الله سيد